هجوم لا دخان معارك فيه من الصحف علم الإسرائيليون بالهجوم السبراني الصيني الواسع هجوم استهدف قطاع البنوك حول العالم ولكن في إسرائيل كانت له أهداف أخرى شمل عشرات الأجسام الحكومية وغير الحكومية خصوصا شركات الهايتك التي تعد درة تاج الاقتصاد الإسرائيلي بالإضافة إلى قطاع الاعتمان ومناقصات لمشاريع بنا تحتية بدوروا بطريقة لما دروها على صفقات معينة يكونوا كشفين أو عارفين لوراك السرية وشوفوا عندهم إمكانيات حتى يتفاوضوا ويكونوا معاهم الورق الربحان وهي الأهداف هجوم يقال إن الصين أرادت منه سرقة المعرفة واحتكار الاستثمار فهي وإن كانت تدير مشاريع استثمارية ضخمة في إسرائيل أبرزها البنى التحتية في البحر وفي البر إلا أنها تريد مزيدا من المعلومات والاستثمارات فهذه سكة قطار يجري العمل عليها في مدينة يافا تقول وسائل إعلام إسرائيلية أنها تمر قرب مؤسسات أمنية أبرزها الموساد اخترقتها الصين هي الأخرى حسب ما مشرته الصحف العبرية هذه الاستثمارات استدعت غضبا أمريكيا عارما وصل حد الامتناع عن زيارة الأسطول البحري لميناء حيفا الذي توسعه الصين كشف عن الهجوم الصيني السيبراني الواسع وعن الغضب الأمريكي من الاستثمارات الصينية الواسعة أيضا لكن ما لا يكشف عنه هو الموقف الإسرائيلي وسط صمت على المستويات كافة أحمد راوشي العربي يافا